قد أنزل رب القرآن نرى للناس و تبيانا نحيا بهداه و شرعته شبا شبانا و فتيانا هو زاد الروح و بهجتها و رفيق الدرس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته الحمد لله الذي أورث عباده الكتاب و الحمد لله الذي جعل منهم بتوفيقه سبحانه و تعالى منهم سابقا بالخيرات و منهم مقتصد و منهم ظالم لنفسه و الحمد لله الذي شرفنا بأن جعلنا من أهل كتابه و ممن يخدمون هذا الكتاب العظيم و الذي شرفنا بقوله سبحانه و تعالى و نسأل الله أن يجعلنا ممن شرفهم بهذا ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض و من عليها و بعد حياكم الله أيها الإخوة و الأخوات في كل مكان في برنامجكم المتجدد برنامج الميسر في التلاوة هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر قناة زاد الفضائية و الله نسأل سبحانه و تعالى أن يجعل هذه القناة قناة مباركة و أن ينفع بها و أن يجزي خيرا القائمين عليها خير الجزاء و أن يجعلهم في ميزان أعمالنا و أعمالكم يوم من القاه يقول الإمام الشاطبي و رحمه الله تعالى جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا و سلسلا و نقول جزى الله خيرا خيرا أئمتنا الكرام الذين تعبوا و سهروا الليالي في تعليم و تعلم كتاب الله سبحانه و تعالى تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم خيركم من تعلم القرآن و علمه و نحن أيها الإخوة الكرام في بدء العام الدراسي الجديد و نسأل الله أن يجعله عاما مباركا على أبنائنا جميعا و نحن على أبواب عام أيضا عام هجري جديد فنسأل الله أن يجعله عاما أيضا مباركا على أمة الإسلام أجمعين نقول و نحن في بدء هذا العام الجديد المبارك ننصح إخواننا المعلمين الفضلاء الكرام و كذلك أبنائنا الطلبة أن يعكفوا على كتاب الله و أن يتعلموا هذا القرآن الكريم على قواعده و على أصوله المبثوثة و الميسرة و الحمد لله رب العالمين و قد يسرت في كل بيوت الله سبحانه و تعالى و كذلك في المواقع و الشاشات فهذا حجة نسأل الله أن يجعله حجة لنا و لا يكون حجة علينا يوم القيامة كونوا معنا بعد هذا الفاصل حتى نبدأ معكم أولى فقراتنا فحياكم الله جميعا بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أيها الإخوة الكرام مجددا كما اتفقنا في تقسيم فقرات هذه الحلقة أو هذا البرنامج و كما اعتدنا من فضل الله عز وجل أن نبدأ معكم في بدء الحلقة في الجانب النظري من مادة التجويد و كنا بدأنا معكم بشكل مبسط مع موضوع التخلص من التقاء الساكنين من التقاء الساكنين و اليوم بإذن الله عز وجل كما وعدتكم أن نستكمل مبحثا له علاقة قد تكون مباشرة و قد تكون غير مباشرة في هذا الموضوع كيف مباشرة أو كيف غير مباشرة سنعرض هذا الأمر في خلال هذه الشرائح بإذن الله عز وجل و هي مهمة في مجال التطبيق و كذلك في الرسم القرآني أو الرسم العثماني و حتى نكون على بينة فنعطي لمحة بسيطة و أما بالنسبة لما يتعلق بالرسم القرآني أو الرسم العثماني فهذا مبحث طويل نرجئه بإذن الله إلى حلقات أخرى إن قدر الله لنا و لكم الحياة و المزيد من العمر المديد على طاعته سبحانه و تعالى تعالوا بنا مع هذا المبحث فيما يتعلق بالتقاء الساكنين كنا عرضنا معكم طرق التخلص من التقاء الساكنين و قد تكلمنا أن العربة تميل في اللغة إلى التسهيل يعني التسهيل النطق و قد عرضنا لكم القاعدة العامة و هي التخلص من التقاء الساكنين سواء كان في كلمة أو في كلمتين و خاصة لحروف المد الثابتة آخر الكلمة خطاً و لفظاً خطاً يعني رسماً مكتوبة رسماً و كذلك نطقاً أو لفظاً و قد عرضنا لكم في حالتي الوصل و كذلك في حالة الوقف إذن في حالة الوصل و في حالة الوقف و قد ذكرنا في ذلك تفصيلاً يرجع إليه في الحلقة مادة الحلقة الماضية لكن نعرض باختصار ما تم عرضه في هذه المادة قلنا فيما يتعلق في التخلص من التقاء الساكنين مثلاً يحذف حرف المد لفظاً لا خطاً كما نرى في الأمثلة لفظاً لا خطاً يعني لا رسماً حال الوصل و يثبت حرف المد لفظاً و خطاً حال الوقف انظروا إلى السطر الأول من الأمثلة قوله تعالى يا موسى اجعل في حال الوصل ماذا نقول يا موسى جعل هذا في حال الألف و في قوله تعالى أفي الله شك سبحانه أفي الله شك هذا في حال الوصل في حال الوقف نقول يا موسى يثبت حرف المد لفظاً و خطاً في حال الوقف كما هي القاعدة المذكورة أمامكم إذا وقفنا اضطرارياً أو اختبارياً على قوله أفي 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 فتثبت لفظاً و كذلك تثبت خطاً أما في حال الوصل كما هي القاعدة نقول أفي الله شك أفي الله شك فعندئذ حذف حرف المد وهو الياء المرسوم باللون الأحمر كذلك قالوا قالوا اللهم قالوا في حال الوقف يثبت حرف المد وهو الواو في حال الوصل يحذف حرف المد للتخلص من التقاء الساكنين قالوا اللهم إذن هذه القواعد التي خلاصة القواعد التي ذكرناها في الحلقة الماضية فيما يتعلق بالتقاء الساكنين في الحروف المد التي تنتهي في نهاية الكلمة في حال الوصل و في حال الوقف اليوم بإذن الله نعرض بعض الكلمات بعض الكلمات والتي ترونها الآن في الشريحة بإذن الله عز وجل هذه الكلمات التخلص من حروف المد المحذوفة حروف مد المحذوفة آخر الكلمة خطاً و لفظاً في حالتي الوصل و الوقف يعني عندنا يا إخوان الكرام بعض الأمثلة المذكورة والتي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و كذلك رسمت في الرسم العثماني محذوف حرف المد رسماً يعني لم تكتب حروف المد محذوفة خطاً و كذلك لفظاً في حال الوصل و في حال في حال الوقف ما هي هذه الكلمات أو أمثلة من هذه الكلمات حتى يكون القارئ على بينه لاحظوا المحذوف خطاً و نقصد بكلمة خطاً يعني رسماً كتابةً المحذوف خطاً و رسماً يعني لفظاً المحذوف خطاً يعني رسماً و لفظاً بعض الكلمات التي رسمت كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم و كذلك في الرسم العثماني من غير حرف المد الألف الواو أو الياء في آخرها الآن السؤال كيف تقرأ وصلاً و كيف تقرأ وقفاً هل هي تتشابه مع المبحث الذي ذكرناه في الحلقة الماضية يعني مثلاً لما قلنا في الآية الكريمة يا موسى جعل لاحظت في الأمثلة في الشريحة الأولى كلمة موسى الألف في آخرها مرسومة في حال الوقف تثبت الألف يا موسى تمام في حال الوصل تسقط الألف و كذلك الحروف الأخرى يا موسى جعل الآن آيو الكما رأينا في هذه الشريحة أفل إذا وقفنا فنثبتها إذا وصلنا فنحذفها قالوا إذا وقفنا نثبتها إذا وصلنا فماذا فنحذفها لكن الآن الآن في الكلمات التالية باختصار شديد محذوفة لفظاً و رسماً فكيف ننطقها لاحظوا وقد صنفتها باجتهاد و نسأل الله التوفيق على هذا الأمر و السداد تصنيفاً قد تجدونها في بعض كتب التجويد غير مصنفة محذوف الألف محذوف الياء محذوف الواو يعني بعض كتب التجويد تذكرها بشكل عام لكن هذا من باب ماذا؟ من باب تبسيط القاعدة مثلاً المحذوف في بعض الكلمات محذوف الألف لاحظوا قوله تعالى يا أيها الذين أيها لاحظوا في الرسم القرآني تلاحظونها كما هي مكتوبة في الشاشة الآن أمامكم وبين أيديكم أيها طيب مرسومها و عليها فتحة طيب أين ألف؟ أيها الألف أين هي؟ حذفت لفظاً حذفت لفظاً و خطاً أو رسماً الآن لما نقول أيها الذين تحذفوا الألف عفواً تحذفوا الألف في حال الوصل فنقول أيها الذين أيها الذين طيب في حال كذلك أيها الثقلان السؤال الآن لو وقفنا الآن الألف ليست موجودة مكتوبة بين أيدينا الآن في حال الوصل تحذف طيب في حال الوقف و نقول من قاعدة الأصل أن لا نقف إلا إذا وقفنا وقوفاً اضطرارياً أو اختبارياً اختبارياً يعني تعليمياً لو قلنا أيها ولا نقول أيها الأصل أنها تحذف لفظاً وخطاً فنقف عليها والله أعلم نقول أيها أيها وهكذا ولا نقول أيها في حال الوقف الألف محذوفة لفظاً وخطاً ينتبه بعض الإخوة القراء المبتدئين لهذا الأمر لا نقول في حال الوقف كما هي كلمة موسى اعمالوا وهكذا فنقول أيه الوقف غير حسن أو غير يعني مستحسن هنا غير مقبول لكن من باب الآن نقرأها أمامكم من باب التعليم إذا انقطع النفاس أو أنت تعلم تلميذاً تعليماً اختبارياً أو موقف تعليمي فتقول له إذا وقفت عليها فهذه مرسومة هاء وعليها فتحة الهاء وعليها فتحة تقف عليها بالسكون المحض تقف عليها بالسكون المحض أطلنا في القاعدة الأولى لأن القواعد الأخرى تنبني عليها بإذن الله عز وجل إذا إذا وصلنا فنقول أيها الذين لا توجد ألف في حال الوصل طيب في حال الوقف أيضاً تحذف فإذا وقفنا نقول أيه أيه وهكذا والله تعالى أعلم الحرف الثاني أخذنا الألف وهذه موجودة في الرسم القرآني الحرف الآخر وهو حرف ماذا نأخذ الآن الشريحة التالية حرف الواو محذوف الواو محذوف لفظاً وكذلك خطاً وقد رسمت من غير حرف المد قوله تعالى ويدعو الإنسان سندعو الزبانية وصالح المؤمنين ويمحو الله مرسومة العين ذكرنا لكم فيها أو رسمناها باللون الأحمر وعليها ضمة الآن الحرف المتحرك المضموم أو المكسور أو المفتوح في حال الوقف الاضطراري أو الاختباري نقف عليه بالسكون المحض فنقول ويدع سندع صالح يمح وهكذا في حال الوصل ويدعو الإنسان ولا نقول ويدعو والأصل يا إخواني سنذكر هذا في الشريحة الأخيرة أن هذا في اللغة العربية أصلها فعل مضارع آخر هو يدعو سندعو طيب صالح 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 المؤمنين أصلها هكذا صالح صالح المؤمنين فصعبا فرسمت رسمت كتبت هكذا صالح المؤمنين طيب الآن في حال الوقف تعلمنا كيف ننطقها وفي حال الوصل نأخذ الحرف الأخير وهو محذوف الياء وهي مرسومة في القرآن هكذا وإن الله لهاد الذين هاد لاحظ الدال فقط كسرة وليست ياء كذلك فما تغني النذر لا تجد ياء محذوفة الياء كذلك ننجي المؤمنين لاحظوا لا تجد ياء لو وقفت عليها فماذا أقول وقفا أقول وأكرر أقول وأكرر غير مسوغ الوقف هنا لكن اضطراريا أو اختباريا لهاد تغن ننج وهكذا إذن هذه الكلمات ومشاكلها قد رسمت في القرآن الكريم بهذا الشكل الشريحة الأخيرة وهذا من باب التنبيه اللغوي نحن مبحثنا هنا يا إخواني مبحث تجويدي لكن ننوه ننوه من ناحية لغوية من ناحية لغوية الكلمات المحذوف حرف المد من آخرها في الرسم القرآني أصلها فعل مضارع مرفوع ثابت فيها في اللغة ثابت فيها حرف المد آخر هذه الكلمة مثلا ننج في اللغة ننجي هكذا نجدها ولا مسوّغ لحذف الياء إلا إذا جاء قبلها مسوّغ إعرابي كذلك سندع سندعو أصلها وصالح وصالح أيه أصلها أيها وهذه هي التنبيه فنفصل بارك الله فيكم إخواني الكرام ما بين علاقة هذا الموضوع بالمبحث اللغوي وكذلك مبحثنا هنا فيما يتعلق بماذا بالرسم القرآني أو الرسم العثماني هذا من باب من باب ماذا يعني تبسيط المسألة بأبسط صورة وبهذا الشكل الجميل حتى لا يلتبس على بعض الإخوة النهياء والكثير سمعناه في حلقات القرآن يقف عليها بليا ننجي سندعو وهكذا وهذا من باب تقعيد هذه القواعد نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد فيما عرضناه وأن نكون قد أصبنا فيما عرضناه بشكل مبسط ومن أراد الرجوع للتفصيل في هذه الأمور وهذه التفصيلات في الرسم العثماني فيرجع إليها في محلها ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من من يعني يهتمون بهذا الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى تعلماً وتعليماً وتدارساً وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه بعد هذا الفاصل كونوا معنا حتى نأتي إلى الفقرة التالية من هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل القرآن القرآن المؤمنين المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشأ بكتاب الله تعالى منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوط التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه إلحاقهم بحلقات تحفيز القرآن فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه وتعينه على ضبط القراءة والتجويد وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن كما ينم الرصيد اللغوي القرآن لديهم فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده لكن ربما يكون منافسا قوية وحافظا متقن إذا كان الأمر في شكل جماعي خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والده حلتان لا تقوم لهم الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذي ولدكم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الآن مع فقرة مقرر التلاوة لهذا اليوم وموعدنا مع سورة مباركة وهي سورة الشرح هذه الحلقة سورة الشرح نستمع إلى تلاوة هذه الآيات ثم بعد ذلك نتلقى اتصالات الإخوة الكرام وكذلك ما أرسل لنا من مقاطع صوتية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى رب كفر وإلى رب كفر طيب بعد ما استمعنا لهذه الآيات نستمع الآن إلى اتصالات الإخوة الكرام الأخ سعيد من السودان السلام عليكم ورحمة الله أخي سعيد وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ حياك الله اسمعني من الهاتف فقط يا أخي سعيد جدا يا أخي فضل إن شاء الله إن شاء الله طيب بدأ لك من أنا كيف تحصل على الحلقة دي إذا كان أنا ما عندي طبعا لا أصطاب ولا جوال متواضع على اليوتيوب على اليوتيوب تنزل في موقع القناة على اليوتيوب غدا إن شاء الله طيب يلا هل أنت معلفتك كتاب في المهادة طيب ما رأيك أن تسمعنا صورة الشرح ثم أجيبك نعم بعد البرنامج تسمعنا صورة الشرح بصوتك إن شاء الله فضل أجيب الحل بعد البرنامج إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنغض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى فإن فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانطب وإلى ربك فرغب جزاك الله خير أخي سعيد من السودان على هذا التلاوة من باب الفائدة لأخي سعيد ولغيره من الفضلاء ألم نشرح الميم الساكنة من أحكام الميم الساكنة وقد عرضناها في حلقات سابقة الميم الساكنة من أحكامها الميم إذا جاء بعدها أحد حروف الثماني وعشرين حرفاً الهجائية اللغة العربية فهنا الميم وبعدها حرف النون هذا يسمى إظهار شفوي يسمى إظهار شفوي حركة واحدة ألم نشرح لا نقول ألم نشرح لا يجد فيها غنة وأحذر قبل أن نبدأ بالاستماع للتلاوات حرف الضاد في قوله تعالى أنقض ظهرك فلا ندغم يعني لا نقول أنقض ظهرك ولا أنقض ظهرك ولا أنقض ظهرك سأبيّنها بعد قليل حتى أستمع إلى تلاوة أخي عوض من السعودية السلام عليكم طيب أخي عوض طيب الضاد يا إخواني سيأتي بيانها بإذن الله عز وجل في مباحث إن شاء الله اللي هو مخارج الحروف وصفات الحروف مخرج الضاد يختلف عن مخرج الضاء الأصل مخرج الضاد يخرج من إحدى حافتي اللسان أو كلاهما معاً كلاهما معاً مع ما يحاذيه من الأدراس العلية الضاء والذال والثاء يعني ببساطة اخرج طرف لسانك قليلاً حتى تميزه عن باقي الحروف أو عن الضاد فلا نقول فلا نقول أنقض ظهرك الضاد أنقض ظهرك أنقض ظهرك فميزها في هذا الأمر بارك الله فيكم طيب نستمع أخي علي من ليبيا السلام عليكم السلام عليكم أخي علي وعليكم السلام رحمة الله فضل أخي فضل أسمعنا صوتك وعليكم السلام رحمة الله فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ألم نصرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العصر يصرى إن مع العصر يصرى فإذا فرقت فانصب وإلى ربك فارغب أخي علي بالنسبة لها أنقض ظهرك تستطيع تعيدها أنقض ظهرك معنى علي طيب يعني احنا قلنا من باب الفائدة ميزوا الإخوة اللي سيقرؤون الآن الأخي عوض من السعودية السلام عليكم أي نعم فضل أخي عوض فضل السلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فضل أخي علي فضل عوض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك فدرك ووضعنا عنك وذرك أخي عوض اسمعني من الهاتف مباشرة اخفض صوت التلفاز الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك طيب أخي عوض طيب تعاود معنا أذكر إخوان الكرام اخفض صوت التلفاز لأن الإرسال سيكون ضعيفا وتردد الصوت سيأخذ مننا وقتا أخي رمضان من ليبيا السلام عليكم لأن الإرسال سيكون ضعيفا أخي رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسمعنا صوتك في سورة الحيطة الله حييت بارك فيك يا أخي فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أزاك الله خير أخير رمضان بارك الله فيك احذروا إخواني مما حذرنا منه سابقا على عجالة لا تفخم الفاء لأنها قريبة من الصاء فا فانصب فا لا فا فا هنا مرققة ولا مسوغ لتفخيم الفاء فلا نقول فانصب أخي مفتاح من ليبيا سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته فضل أخي اسمعنا صوتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب طيب جزاك الله خير وضح القلقلة أخي القلقلة الكبرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب قلقلة كبرى وكذلك المدية إخواني إذا التزمت بوجه الشاطبية فتأخذ اللي هو أربع إلى خمس حركات إذا التزمت بوجه الطيبة والأصل هذا البرنامج الآن على نسق على طريق أو على وجه الشاطبية فلنلتزم بهذا جزاكم الله خير أخي آدم من ليبيا سلام عليكم طيب أخي آدم طيب فالآن يا إخواني الكرام بإذن الله سنعرض فيما بعد بإذن الله عز وجل قواعد أو أصول رواية حفص من طريق الشاطبية وكذلك وهذه تحتاج مننا إلى جهد وإلى وقت فالأصل الأصل أن يلتزم القارئ بقراءة وكذلك بالرواية وكذلك بالطريق الذي تلقاها عن شيخه والأصل عدم الخلط وسندكر هذا بإذن الله فيما بعد في حلقات قادمة نستمع إلى تلاوة الأخ أحمد بني ملحم من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سنتي أحمد ما شاء الله طيب جزاك الله خير لضيق الوقت فتلاوة وأداء طيب ويعني يتعود الطفل والناشئ على ترتيل وتطبيق الأحكام الأساسية للتجويد جزاك الله خير فارس بني ملحم أيضا من السعودية تفضل طيب نأخذ الاتصال أخي إسماعيل من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أخي أعوذ طيب لعله يعود إلينا أخي إسماعيل نسمع لفارس بني ملحم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يصرى إن مع العسر يصرى طيب طيب بارك الله فيك أخي فارس لنستمع إلى تلاوة الأخ بلقاسم من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله فضل أخي بلقاسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يصرى إن مع العسر يصرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فالغب أي رواية قرأت أخي بلقاسم نعم أي رواية قرأت حضرتك رواية ورش طيب تعيد علينا التلاوات إذا تكرمت مرة ثانية معلش أتقلنا عليك فضل ألم نشرح أعد ألم نشرح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك طيب أخي بلقاسم ورفعنا لك ذكرك أجزاك الله خير بلقاسم وزرك عند ورش لا يرقق وزرك عند ورش لا يرقق الراء وزرك معاي سلام عليكم بقول وزرك وذكرك عند ورش ألا يرقق الراء هنا أخي نعم طيب أجزاك الله خير على هذا التلاوات أجزاك الله خير أخي بلقاسم بقول والله أعلم عندنا أيضا برنامج فيما يتعلق برواية في قراءة نافع عند ورش يرقق الراء في قوله تعالى وزرك وكذلك ذكرك في هاتين الكلمتين والله تعالى أعلم على كل حال نستمع أيضا إلى تلاوة سما أحمد من مصر تفضل أحمد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الغصر يسرى إنما مع الغصر يسرى طيب يا سما طيب طيب ألم نشرح يا سما ساكنة ولا نقول ألم نشرح لك ألم نشرح لك تمام فنرعي الحرف الساكن ساكن والحرف المتحرك متحرك وجزاك الله خير على هذه التلاوة الطيبة المباركة أسيل من ليبيا تفضلي أسيل السلام عليكم أسيل السلام عليكم عليكم السلام تفضلي يا أسيل السلام عليكم عليكم السلام اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك فضرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنما فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فإذا سرغت فإذا سرغت سنصد وإلى ربك سرغت ما شاء الله تبارك الله يعني أنا حقيقة مسرور من تطبيقك المدود وكذلك التخلص من قرب الضاد مجاورتها لحرف الض أنقض ظهرك يحب ذا الإخوة يعني يتدرب عليها لا نقول أنقض ظهرك ولا أنقض ظهرك فنتخلص من الحرف الضاد يتميز عن حرف الضاء سيأتي بيانها بإذن الله عز وجل بارك الله فيك يا أسيل أخي شريف مأمون من مصر تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك أحسنت أستاذ شريف جزاك الله خير حسبك حسبك ما شاء الله أداء طيب وأحكام مراعي أحكام الأساسية وجزاك الله خير أخي مهدي من فلسطيني سلام عليكم أخي مهدي أخي مهدي سلام عليكم طيب أستاذ أحمد فودة من مصر تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم أحمد عبد الرحمن فودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى أحسن أستاذ أحمد أزاك الله خير حسبك أزاك الله خير صدرك وضحها لأستاذ أحمد أزاك الله خير ونحذر الإخوة أول شيء لا يوجد ضم أو إشمام لحرف الصاد لا نقول صدرك لأنه لا علاقة للشفتين بحرف الصاد كما سيأتي بيانه كذلك احذر من تفخيم الدال لمجاورتها للصاد فلا نقول صد 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 هي صد صدرك صدرك وهكذا والله أعلم أخي مهدي من فلسطين عود إلينا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فضل أخي مهدي فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى جزاك الله خير أخي مهدي بارك الله فيكم احذروا إخواني بس من تفخيم الهمزة في أ أنقض لا الحقيقة الهمزة هنا وكذلك غنت النون صحيح في الإخفاء مفخمة لمجاورتها حرف استعلاء لكن احذر من تفخيم الهمزة لا نقول أن آ آ هي همزة أنقض أنقض والله تعالى أعلم أخي إبراهيم باموسى اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ما شاء الله أخي إبراهيم باموسى ورفعنا جزاك الله خير كفيت ووفيت فيما قرأت واتضح كما يقال المقال من أول آيتين مخارج الحروف سليمة وجزاك الله خير على هذا الأداء طيب أخي فايز الأحمدي من السعودية اتفضل طيب أفنان من ليبيا السلام عليكم أفنان أفنان وعيكم السلام وحمد الله وبركاته أهلا يا شيخ حياك يا الله من الهاتف مباشرة يا أفنان اقرأي لنا سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرات ووضعنا عنك وزرات الذي أنقض برات ورسعنا لك ذكرات فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب طيب هو قطع الصوت فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أحسنت يا أفنان على هذا الأداء الطيب المبارك لكن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أول ما نبدأ التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنت بارك الله فيك طيب أخي فايز الأحمدي تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ساكن الله خير أخي فايز على هذا الأداء لكن راعي غنة حرف النون المشدد الحرف المشدد إن أعطيه مقداره الزمني اللازم أكثر أخي يوسف صموادي من الأردن تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك أحسنت أخي يوسف أحسنت بارك الله فيك احذر أخي يوسف كما قلنا حرف الضاد وحرف الضاء ظهرك ميز ما بين صوتياً ما بين الحرفين معنا أخي مصطفى من موريتانيا سلام عليكم أخي مصطفى تفضل 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 اقرأ يا أخي تفضل أخي مصطفى اسمعني من الهاتف مباشرة حبيبنا بسم الله فضل تفضل اسمعك اقرأ اقرأ أعول بالله من الشيطان الرجيم أعول بالله من الشيطان الرجيم مصطفى اسمعني من الهاتف أخي مصطفى طيب بزاك الله خير عاود الاتصال بنا معنا عاود الاتصال بنا أخي مصطفى ولكن اسمعني من الهاتف مباشرة طيب أخي محمد الزغول من الأردن تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى أحسنت أخي بارك الله فيك لكن احذر من حرف الضاد والضاء أخي عبد الحميد حمدي من الأردن تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بارك الله فيك أحكام طيبة ومخارج حروف جيدة ما شاء الله أخي محمد نور من سوريا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك حسبك ما شاء الله ما شاء الله أنا أردت أن أسمع أنقض ظهرك وطلعت قراءة طيبة ومباركة زادك الله نورا على نور أخي عمار النداف من سوريا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك حسبك أخي عمار ما شاء الله مثل أخيك مبارك الله فيك أيضا أختهم رزان أيضا النداف من سوريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك رفع الله ذكركم عائلة بعضهم بعض بارك الله فيكم نستمع أيضا لأسامة أبو عون من الأردن فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإننا مع العصري أحسنت يا أسامة ما شاء الله أنا أشجع الأبناء الأحباء يعني أن يتدربوا وأن يعرضوا تلاوتهم معنا اتصال أو لواتس؟ عائشة اتصال مصطفى تفضل نعم طي مصطفى معنا طي اقرأ ألم نشرح يلا الوقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك مصطفى أحسنت بزاك الله خير على هذا الأداء عائشة عائشة من السعودية عائشة عبد الرؤوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بارك الله فيك رفع الله ذكرك أحمد أبو زيد من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك رفع الله ذكرك أحمد أبو زيد بارك الله فيك حسين من السعودية فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بارك الله فيك حسين أحمد النهمي من السويد فضل أحمد من السويد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بارك الله فيك أخي أحمد أزاك الله خير أحسنت أخينا تلاوة طيبة وأداء طيبة مبارك إن شاء الله تعالى الحقيقة في ختم هذه الحلقة يعني أعتذر من الإخوة الذين لم يعني يفسح المجال الوقت في هذه الحلقة لاتصالاتهم وكذلك ما أرسلوه بإذن الله عز وجل نجتهد نحرص على أن يكونوا معنا في الحلقة القادمة نذكر مقرر التلاوة للحلقة القادمة بإذن الله عز وجل سورة التين سورة التين لمن أراد أن يرسل مقطع صوتي عبر أرقام التي ظهرت والتي تظهر لكم اتباعا بإذن الله عز وجل في ختم هذه الحلقة لا يسعوني بعد شكر الله عز وجل سبحانه وتعالى على موفق وسدد بحوله وقوته أن أشكركم إخواني الكرام وأخواتي كذلك على حسن استماعكم وتفاعلكم ومشاركتكم في هذا البرنامج ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى ونرحب باستماع الاستماع إلى تلاواتكم وكذلك ملاحظاتكم الفاضلة حتى نلتقي بنفس هذا الموعد بإذن الله عز وجل يوم السبت القادم في بث مباشر الساعة الرابعة بإذن الله في هذه الحلقة من برنامج الميسر في التلاوة قناة زاد الفضائية والتي نسأل الله أن يجزي خيرا للقائمين جميعا وإخواني جميعا في الاستوديو وكذلك في القناة وأن يكتب لنا ولهم الأجر والمثوبة وراجين منكم الدعاء لنا بالتوفيق والقبول وإلى أن نلقاكم في ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنزل رب القرآن يغلل الناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدر بمدى الزمن يا حامل آي النور فتاة أشراك عقية ذي المهن